نقاط ضعف اتحاد العاصمة الجزائري اللي المفروض الاهل ان شاء الله يستغلها طيب والله ينور عليك يا عبد ما عليش هو بعد نقاط القوة اللي قالها دي كلها فعندك نقاط ده؟ قالك ما عليش كتب يقولك العكس صحيح بقى الحلقة الدفعاء هم فريبي يتكتلوا عددا داي زحمة دايما زحمة عندهم مشكلة لكن عندهم مشكلة كبيرة جدا جدا في التمركزات عندهم مشكلة في العودة لاماكن التمركز يعني لو سهوا غلطوا قدام النادي الاهلي وطلعوا عشان يحاولوا ان هما يهجموا النادي الاهلي من فوق وابتالوا يسيبوا اماكن بتاعتهم ويرحلوا يعملوا عملية الترحيل وهم بيرجعوا تاني اماكن التمركز العودة لاماكن التمركز هات دي كارثية بطء شديد جدا لانه انت بتكلم على اتنين السنتر باكين مية سبعة وتمانين ومية ستة وتمانين اتنين لعبة اطوال فمعدلات الرشاقة اقلب كتير نشوف الحالات ونشوف المشاكل اللي موجودة عندهم وشوف شكل المسك بعشان عمر كان زعلان بيقولي ده مواجه كده ما عندهمش ايه ما عندهمش رؤية ضع لأ شوف شكل المسك بقى شكل المسك كارثي يلا بص دي لقطة فيهم بقى يا كريم فاكتر مباراة مفروض يقع فيها تركيز وفاكتر مباراة يكون فيها المفروض المسك يكون بشكل جيد ده هدف بيسجله يانجي افريكان في المباراة النهائية والاربع لعيبة مفيش غير مبسوط غير العيب واحدة الراجل الحامل الكرة واقفه قداما اربع لعيبة بيحلقه عليه والارجع تاني ماليش يسور الفاتد اربع لعيبة بيحلقه عليه الراجل اللي واقف في النص ده الراجل اللي واقف في النص ده البلايميكر هتجيله كرة يلعبها بدماغه محدش معاه هبقى الفريم اللي بعده هتروح للمهاجم ما بينه وما بين السنتر باكة 4 متر هيستلمها وهيعلق كرة وياخدها على الفغد ويحطها بوش رجله في الدقيقة كمل الفريم اللي بعده كمل كمل كل ده لسه الرايب بص بص الناس محدش مسك حد كمل اللي بعده البعض بص الراجل استلم وعلى وحطها واتمطع وحطها في الدقيقة ومحدش جيله وده كان هدف التعادل لينجا افريكنز في ديها 82 الحالة اللي بعدها الحالة اللي بعدها بصها كريم احنا اتكلمنا على ايه اتكلمنا على اول نقطة التمركزات والعود الاماكن التمركز سيئة جد طيب تعالين شو بقيت لك ايه هما بيجيد الحصول على الكرة التانية في الحالة الهجومية طيب في الحالة الدفاعية عملية القرار بتاع خروج الكرة بيكون بشكل سيئ جدا فالتمركزات للحصول على الكرة التانية سيئة وقرارات المدافعين اللي اخراج الكرة من ال 18 سيئة كمل الكرة دي ده الراجل السنتر باك بيشيل الكرة بصها يطلعها فين طلعها الاثنين اللعيبة من الجيش الملكي كمل وعملية الترحيل طبعا في اسوأ حالتها بيكمل تاني الكرة دي بتلعب العرض بيحطها مدافع اتحاد العاصمة في نفسه ده كان الهدف الاول ليه الجيش الملكي في الدقايق الاولى للمباراتهم في المغرب يلا اللي بعده اللي بعده بصك كريم بقى تعال فرجعك على كرة سبتة زي ما كنا نقول لهم وميازين جدا يخوفوا جدا في الكرات السبتة الهجومية بص بقى الوقفة وقفة عجيبة غريبة مريبة جدا في الحالة الدفاعية واقف جول 18 اربع لعيبة من لعيبة الجيش الملكي على اربع لعيبة من اتحاد العاصمة ولا لعيب في الاربعة بتوع الجيش الملكي ممسكين طب هل دي كرة متحركة فيها سرحان فيها اي حاجة دي كرة سبتة من على حدود 18 ولا لعيب من الاربعة ممسك اي واحد القرى هجيله وهيسجيله كمل كمل هات الفريم اللي بعده الكرة راحت للراجل رقم اتنين في الاربعة لعيبة اللي وقفين كمل كمان طلع لعبها بمنتقى الاريحية جون داني بورجيس وده غير انفرقة الجيش الملكي معروف ان هو ميزين جدا في الكرات السبتة بص راجلة كريم السنتر باك اللي قبله بعيد عنه السنتر باك اللي بعده بعيد عنه راجل بلعبة من كرة سبتة بلعبة بالشكل ده فالمسك سيء جدا التمركزات سيئة جدا الوقوف حتى في الكرات السبتة سيء جدا واخيرا اخراج الكرة للحصول على الكرة التانية سيء جدا بيروح لي الفريق المنافس دايما فدي دول نقاط الضعف الكبيرة جدا اللي موجودة اللي بمنتهى البساطة هي مفاتيح فوز ومكسب للادي لان الوقت يدهمنا كالعادة يلا الحمد لله حكا معنى شوية وقت حيب يلا الحمد لله